اشتركوا في القناة فإذا هذه الخطيئة خطيئة بيستخدم الشيطان أرواح الخوف لكي يريع الإنسان يرعب الإنسان يخيف الإنسان الذين كانوا كل حياتهم تحت الخوف بسبب العبودية خايفين مرعبين بسبب روح الخوف من الموت من سلطان الموت أو من الذي له سلطان الموت أي إبليس مكتوب أحبائي لخوف في المحبة فالمحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأن الله لم يعطينا روح الخوف أيضا للعبودية فالخوف بيستعبدنا فروح تسيطر على حياة الإنسان خلينا أحكي لك أحكي معاك شخصيا شو رأيك اللي أجينا من الدول العربية يمكن قلنا ما كانش في عنا حرية تشهد عن يسوع المسيح طبو أجيتوا ع بلاد الغرب أكم واحد عم بشهد أكم واحد عم بربح ناس للمسيح أكم واحد جريء أكم واحد مش عم بنكر يسوع المسيح فكريا يعني يمكن ظهريا أنت مسيحي وإله لكن بالحق أنت عم تخجل بيسوع عم تستحف يسوع مش عم تشهد عن يسوع تعرف ليش؟ أرواح تشكيك شك عدم إيمان أرواح خوف بتسيطر عليك اللي أجيت فيها من فلسطين ومن مصر ومن سوريا ومن العراق ومن الدول العربية هي نفس الأرواح بعدها مسيطرة عليك حتى في الحرية اللي فيك أنت تتكلم بحرية لكن مرعوب مرعوب أنك تشهد وللأسف في ناس بتعيش كل حياتها تقية في الكنايس 20, 30, 40, 50, 60 سنة والناس بتطوبها في الكنايس تربحش نفس وحدة في ناس بتقع في كل أنواع المشاكل وكل أنواع الخطايا لكن بتتوب وفعلا تتحرر من الخوف وبتشهد عن المسيح بأمانة وبسلطان وبقوة لأن المسيح أعظم والمسيح أقوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر